مفاجأة منحة جديدة لمعدومي الدخل ستتبق ابتداء من سنة 2025 لكم شروط الاستفادة من هذه المنحة السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا قبل بدء الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد اذا صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يحدد الفئات المعنية بالاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن والتي تقدر بين 7000 و 12000 دينار جزائري كما تضمن شروط وكيفيات الاستفادة منها وحسب ما جاء في نص المرسوم فان المنحة الجديدة تقدر بقيمة 7000 دينار أو 12000 دينار وهي موجهة للفئات من دون دخل وبخصوص المنحة الجزافية للتضامن التي تقدر ب7000 دينار شهريا فقد تم استخصيصها لكل من رب العائلة العاجز بدنيا عن العمل الشخص الذي يعيش بمفرده دون عائلة وعاجز بدنيا عن العمل استنادا إلى المادة 2 من نص المرسوم كما تم تخصيص منحة 7000 دينار للمرأة ربة عائلة البالغ عمرها أقل من 60 سنة والأشخاص البالغون من العمر 60 سنة فما فوق وغير موضوعين في مؤسسة متخصصة بالإضافة إلى الأشخاص العاجزين والمصابين بداء العضال والبالغين من العمر 18 سنة فما فوق يعانون من مرض مزمن يسبب العجز أو المتحصلين على بدقة الشخص للإحتياجات الخاصة كما أيضا تم تخصيص منحة 7000 دينار للعائلات التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة البالغين من العمر أقل من 18 سنة والمستفيدين من عجز 100% حيث تدفع هذه المنحة لكل الشخص متكفل به وبخصوص الفئات المعنية بالاستفادة من منحة مقدرة بـ 12 ألف دينار جزائري وفقا للمدة 3 من نص المرسوم فإن المنحة الجزافية للتضامن التي تقدر بـ 12 ألف دينار شهرية سيستفيد منها الأشخاص ذو الإحتياجات الخاصة البالغون من العمر 18 سنة فما فوق المتحصلون على بطاق الشخص ذو الإحتياجات الخاصة بنسبة 100% مهما كانت طبيعة إعاقتهم كما تستفيد من منحة 12 ألف دينار العائلات التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة بنسبة 100% والبالغين من العمر أقل من 18 سنة ومتحصلين على بطاق الشخص ذو الإحتياجات الخاصة حيث تدفع هذه المنحة لكل شخص متكفل به وبالنسبة لشروط الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن يجب أن تتوفر في الأشخاص البالغين للفئات المذكورة الشروط التالية أن يكونوا من جنسية جزائرية وأن يكونوا مقيمين بالجزائر على أن يتم تسجيل أرباب العائلات أو الأشخاص الراغبين في الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن على مستوى مصالح البلدية مقر إقامتهم لا سيما لدى مصلحة أو مكتب النشاط الاجتماعي حسب الحال على أساس ملف يدعونه شخصيا أو يدعونه شخصيا أو ممن ينوب عنهم قانونا مقابل تسليم وصل إيداع حسب المرسوم ذاته ويتضمن ملف طلب الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن طلب موقع من المعنى أو ممن ينوب عنه قانونا شهادة الحالة العائلية أو شهادة ميلاد حسب الحالة شهادة إقامة محينة شهادة عدم الدخل تسليمها المصالح المعنية صورة شمسية شهادات تثبت عدم الانتساب لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى تقرير طبي من طبيب مختص لدى مؤسسات الصحة العمومية يقر بأن المعنى مصاب بمرض مزمن أو مرض عضال يسبب العجز عن العمل إذا أعجبكم الفيديو وأردتم المزيد لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب